قضت صبيحة اليوم زوجة وأم لستة أطفال بحياة سنافر من بلدية العلمة بطعانات قاتلة بواسطة خنجر وأدات لقطع لحوم من طرف زوجها لتلوذع بعضها ضخية بالفرار خارج المنزل طالبة النجل يتدخل ثلاث أشخاص من الجران من نفس العائلة لانتزاعها من بين يدين زوجها الذي تحول حسب مصادر النهار إلى وحش بشري ليتعرضوهم أيضا لتعانات مميتة أدخلتهم غرف الإنعاش بمستشفى صروب الخثير في العلمة فيما تبقى الزوجة تصارع الموت ومخاولة الفريق الطبي إخراجها من دائرة الخطر تبقى أسباب قدوم الزوج على هذا الفعل مجهولة وحسب مصادر النهار لذا بالفرار لوجهة مجهولة فيما بشرت الجهات العمنية التحقيق في ملابسات هذه الشريمة الشنع